اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنشتغل في اندوسة الرمضان بشكل جديد ومختلف هنشتغله بغيط المكرمية بس المستورد مش المصري هنشتغله بثلاثة ألوان انت حرة في تنسيق الألوان بتاعتك ممكن تشتغليه بأكتر من ثلاثة ألوان عادي ممكن تشتغليه بأقل من كده براحتك وهنشتغل بقبرة مقس خمسة ونص هبتدي باللون ده هنشتغل الدايرة السحرية هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة هنشتغل قوة الدايرة السحرية دي كمان أربعة غرزة عمود بلفة كده أول غرزة عمود بلفة كده دي تاني غرزة عمود بلفة كده ثلاثة كده أربعة يبقى أنا ارتفعت الثلاثة سلسلة هحسبهم معي أول غرزة عمود بلفة وبعد كده اشتغلت أربعة غرزة عمود بلفة وطلعت من الإبرة بالحلقة هروح عند تالت غرزة سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي أنا ارتفعتهم وهدخل فيها وأصحب الحلقة بتاعت آخر غرزة عمود اللي أنا اطلعت منها بالإبرة أصحبها وطلحها من تالت سلسلة هتتكون معي غرزة الفشورة بالشكل ده كده هرتفع كمان سلسلتين وهشتغل خمسة غرزة عمود بلفة في الدائرة السحرية كده واحد كده اثنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة واطلع من الإبرة من الحلقة وهروح عند اول غرزة عمود بلفة اللي هي دي وادخل فيها واسحب الحلقة اللي أنا اطلعت منها وهطلحها من أول غرزة عمود بلفة كده دي تكونت معي كده تاني غرزة فشورة هبتدي اشتغل اثنين سلسلة وبرده هشتغل في الدائرة السحرية خمسة غرزة عمود بلفة كده واحد كده اثنين ثانتين كده مرة كده اربعة كده خمسة وهطلع من الحلقة. بالشكل ده كده. وهروح عند اول غرزة عمود بلفها وهدخل فيها بالابرة. وهسحب الحلقة اللي انا طلعت منها من الابرة. وهطلحها من اول غرزة عمود بلفها بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل سلسلتين. كده اشتغلت تلات غرز من الفشورة. تكون معي بالشكل ده كده. هشتغل كمان غرزتين بنفس الطريقة. وهرجع كده. واشتغلت اخر غرزة فشورة. هرتفع سلسلتين. الفراغ اللي بارتفعهم بين كل غرزة فشورة والغرزة اللي بعدها. وهروح هنا. تفقق غرزة الفشورة. في الفتحة هنا تفقق غرزة الفشورة. هشتغل فيها غرزة منزلقة. هقفل بس الحلقة اللي هنا. هشتغل الخيط كامل كده على قد مقدر. طبعا الخيوط الزيادة دي هدخلها في شغل من جوه لما خلص. انا سلسلة في الفراغ بتاعها. هدخل فيه بردو. هشتغل فيه غرزة منزلقة. هشتغل في كل فراغ اتنين سلسلة. غرزتين فشورة. بينهم اتنين سلسلة. هرتفع تلاتة سلسلة. وهشتغل هنا في نفس الفراغ ده. اربعة غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. كده تلاتة. كده اربعة. هطلع من الحلقة اللي على الابرة. هطلع بالابرة. هروح انت تالت غرزة سلسلة هدخل فيها. وهسحب الحلقة اللي هطلعت بينها. وهطلع بها من التالت سلسلة. دي كده اول غرزة فشورة. هشتغل اتنين سلسلة فراغ. واحد. اتنين. وفي نفس المكان بردو هدخل واشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة. بنفس الفراغ اللي اتنين سلسلة. كده واحد. كده اتنين. كده تلاتة. كده اربعة. نقص كمان غرزة عمود بلفة. كده خمسة. وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. وهروح عند اول غرزة عمود بلفة. من اللي هما الخمسة عمودة التانيين. وهدخل فيهم الابرة. وهسحب الحلقة دي. وهطلع منهم بالشكل ده كده. دي كده تاني غرزة فشورة. يبقى كده اشتغلت الفراغ اللي اتنين سلسلة ده. اتنين غرزة فشورة. بينهم اتنين سلسلة. بعد كده برضو هشتغل اتنين سلسلة فراغ. وهروح للاتنين سلسلة اللي بعديها على طول. اللي هو فراغ اللي اتنين سلسلة. وهدخل فيه برضو. هشتغل اتنين غرزة فشورة. بينهم اتنين سلسلة. كده واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. كده خمسة. هطلع من الحلقة اللي بتاعت الابرة. من الابرة. هراح اند اول غرزة عمود بلفة. وهسحب الحلقة دي. وهطلع من العمود. كده دي اول غرزة فشورة. هشتغل اتنين سلسلة. وفي نفس المكان برضو هدخل اشتغل كمان غرزة فشورة اللي هما خمسة غرزة عمود بلفة. كده واحد. كده اتنين. كده ثلاثة. كده اربعة. كده خمسة. هطلع من الحلقة بتاعت من الابرة. وهروح عند اول غرزة عمود بلفة. وهسحب الحلقة. كده اتعملت معي تاني غرزة فشورة. بعد كده هرتفع سلسلتين. وهروح لفراغ الاتنين سلسلة اللي بعديها برضو. هشتغل فيها غرزتين فشورة بينهم اتنين سلسلة. وبعد كده باشتغل اتنين سلسلة. فراغ بين كل غرزة اتنين سلسلة واللي بعديها. هكمل بنفس بطريقة. ان انا باشتغل في كل فراغي اتنين سلسلة. اتنين غرزة فشورة بينهم اتنين سلسلة. وكل فراغي اتنين سلسلة واتنين سلسلة برضو بينهم اتنين سلسلة بين كل غرزتين فشور. هكمل كده وارجع لكم تاني. هيكون معي في اعملte عشرة غرزة فشارة هكمل وارجع المسكين اعملت في كل فراغ 2 سلسلة اتنين غرزة فشارة وبين كل فراغ 2 سلسلة عملت 2 سلسلة اعملت عشرة غزة فشارة ارتفع اتنين سلسلة واحد اثنين وهروح هنا عند اول غرزة فشارة وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة يكون معي بالشكل ده كده شكلها جميل جدا مميزة هروح عند فراغي الاثنين سلسلة ده وهشتغل فيه غرزة منزلقة وهشتغل سلسلة هدخل في اول فراغي هشتغل فيه اثنين حشو اللي هو اول فراغي اثنين سلسلة كده اول غرزة حشو كده دي التانية هروح للفراغي اللي بعد ديه وهشتغل فيه تلاتة حشو واحد اثنين تلاتة هروح للفراغي اللي بعد ديه وهشتغل فيه اثنين حشو واحد اثنين هروح لفراغي الاثنين سلسلة اللي بعد ديه وهشتغل فيه تلاتة حشو واحد اثنين تلاتة هروح للفراغي اللي بعد ديه هشتغل فيه اثنين حشو انا شغلي كله فراغي اللي اثنين سلسلة هشتغل برضو فيه الفراغي اللي بعد ديه اثنين حشو هروح لفراغي اللي بعد ديه هشتغل فيه اثنين حشو واحد اثنين واللي بعد ديه برضو هشتغل فيه اثنين حشو واحد اثنين الفراغي اللي بعد ديه هشتغل فيه تلاتة حشو واحد اثنين تلاتة انا عندي كان عندي في الدور ده عشر فراغات من اللي هو اثنين سلسلة اشتغلت في ستة في ست فراغات من الاثنين سلسلة غرزتين حشو واشتغلت في اربع فراغات تلاتة غرزة حشو عشان يتكون معي في نهية الدور اربعة وعشرين غرزة حشو هستفع بالخيط كده هغير اللون دلوقتي فاقص بالولاعة يعني لعشر فراغات السمتوم اشتغلت في اربعة تلات غرز حشو واشتغلت في ستة البقائين اثنين حشو عشان يكون معي في نهية الدور ده اربعة وعشرين غرزة حشو بعد مقصية الخيط هطيته في قبرة التنظيف هيجي عند اول غرزة حشو اللي هي دي هدخل فيها من جوا بالخيط بالشكل ده كده هطلع بيها من البره وهيجي هنا عند الحلقة للجوا في الغرزة اللي انا طلعت منها من الخيط الحلقة الخلفية وهدخل فيها بالخيط بالشكل ده كده عشان تديني شكل الغرز وهدخل الخيط بقى في الشغل من جوا هصابت الخيط الزيادة في الشغل من جوا وارجع له كده هنضفت الخيط الزيادة كده اشتغلت الراس بتاعت الفانوس هتتبقى معيه بالشكل ده كده الوقت هنبتدي نشتغل جسم الفانوس من تحت هنجيب اللون الثاني اللي احنا عايزين ندخله هبتديب اللون ده هدخل هنا عند اي غرزة حشو هدخل بالابرة هسحب الخيط هشتغل 13 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر هسيب اول غرزة سلسلة هدخل في الغرزة اللي بعديها على طوله هشتغل فيها غرزة منزلقة هعلمها بالمركر هشتغل برضو في الغرزة اللي بعديها منزلقة هشتغل في عشر غرز حشو يعني انا اشتغلت اتنين منزلقة هشتغل في عشر حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده عشر كده خلصت التلاتاشر سلسلة اشتغلت سبت اول سلسلة واشتغلت اتنين منزلقة وعشر حشو هروح في الغرزة الحشو اللي بعديها على طول اللي هي هنا واشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هرتفع سلسلة وغلف الشغل يبادي عندي سلسلة ودي المنزلقة هيكون معي عشر غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واتنين منزلقة واحد اتنين عشان ما اشتغلش في غرزة المنزلقة اللي انا عملتها يبادي سلسلة ودي المنزلقة هروح للغرزة اللي بعديها على طول وادخل في اللفة اللي هي البرة دي انا عندي هنا لفتين اللي هي واحدة لجوة واحدة لبرة هدخل في الفتلة اللي البر واسحب الغيض وهشتغل غرزة حشو هشتغل برضو عشرة حشو بس في اللفة الخلفية اللي هي البرة دي كده اتنين حشو كده تلاتة كده اربعة نسيب اللي الفتلة اللي هي الجوة ونطلع في الفتلة اللي البر ونشتغل غرزة حشو كده خمسة كده ستة كده سبعة كده تمانية كده تسعة كده دي اخر غرزة حشو كده عشرة وعندي هنا الغرزة منزلقة برضو هدخل في اللفة اللي البر واشتغل غرزة منزلقة برضو هروح للغرزة في الفتلة اللي برة دي واشتغل فيها برضو منزلقة تكون معيه بالشكل ده كده هشتغل سلسلة اشتغلت سلسلة هدور الشغل برضو هشتغل في الفتلة الخلفية هشتغل في غرزة المنزلقة في الفتلة الخلفية هشتغل فيها غرزة منزلقة واللي بعديها برضو منزلقة هشتغل في منزلقة في الفتلة الخلفية هشتغل عشرة حشو في الفتلة الخلفية برضو كده واحد كده اثنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة كده ستة كده سبعة كده تمانية كده تسعة هدخل في اخر غرزة برضو في الفتلة الخلفية وهشتغل فيها غرزة حشو كده عشر يبقى كده معي ده كم سطر ربع سطر السليسل اللي انا ارتفعتها في البداية بابتبيرها سطر روحت سليسل كده وبعد كده رجعت شغالة منزلقة حشو كده تاني سطر كده تالت سطر كده ربع سطر هروح هنا عند غرزة الحشو اللي في الروس من فوق هنا هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هشتغل سلسلة وهيد اللي انا بعمله ان انا بشتغل في عشر غرز حشو في الفتلة الخلفية بلف الشغل وبشتغل عشر غرز حشو في الفتلة الخلفية وبشتغل اتنين منزلقة فاقول اتنين منزلقة برضو في الفتلة الخلفية انا كده اشتغلت اربع ادوار انا معي اربعة وعشرين غرزة اشتغلت اربعة هشتغل كمان اربعة وهرجع لك تاني اشتغلت ثمن سطور واحد اللي هو السليس اللي بنعتبرها سطره زي ما اتفقنا رايح جاي رايح جاي اشتغلت ثمن سطور من لونه الاصفر وقصيط الخيط الاصفر الوقتي هدخل اللون التاني ما اشتغلت العشرة حشو في الفتلة الخلفية الوقتي معي اللون الاصفر هدخل جوا غرزة الحش ومش هطلع باللون الاصفر هطلع باللون التاني اللي انا عاوز ادخله هطلع بيه بغرزة منزلقة هربط الخيطين دولي في بعض هطلع من لون التاني منزلقة كده دخلت اللون التاني وهشتغل عادي بنفس الطريقة ان انا بشتغل عشرة حشو في الفتلة الخلفية هرتفع الاول سلسلة وهلف الشوخ هشتغل عشر غرز حشو في الفتلة الخلفية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واروها عند غرزتين المنزلقة هشتغل برضو غرزتين منزلقة في الفتلة الخلفية كده واحد كده اثنين وبعد كده برتفع السلسلة وبالف الشوخ وبشتغل برضو منزلقة فوق المنزلقة غرزت منزلقة الاتنين منزلقة بشتغل فوقهم اثنين منزلقة والعشرة حشو باشتغل فيهم عشرة حشو هكمل برضو زي ما اشتغلت الاصفر بنفس الطريقة انا كده اشتغلت السطر هشتغل سبعة سطور كمان وهرجع له كتين واشتغلت ثمان سطور من لون التاني دلوقتي هدخل اللون الاصفر بنفس الطريقة اللي انا دخلت بها اللون السيموني هشتغل برضو ثمان سطور من لون الاصفر وبعد كده ثمان سطور من لون السيموني وبعد كده ثمانية اصفر ثمانية ثموني يعني هكرر الاصفر كمان مرتين والثموني كمان مرتين وهرجع على كتين واريكو هنعمل قاعدة بتاعت الفانوس السي واشتغلت بنفس الطريقة عملت كل لون ثمان سطور ووصلت الهنا الاخر سطر واروح اقفل في اخر غرزة هي بمنزلقة اخر غرزة معي هدخل فيها واشتغل غرزة منزلقة بعد كده هرتفع بالخيط واسيفي شوية عشان هقاية زيفتي اقصب الولاعة زي ما احنا متعودين لشان ترفي الخير ده بيكر اقصب الاخر اقصب الاخر اقصب الاخر اقصب الاخر اقصب الاخر اقصب الاخر وضمت الخيط في ابرت تنزيف والفطلة الخارجية في الناحية الثانية ندخل هنا في الفطلة الخارجية هنا وفي الفطلة الخارجية في الوحدة اللي قدامها ويفضل شغالة كده بنفس الطريقة لنبخيات الفطلة الخارجية هنا في الفطلة الخارجية في الوحدة اللي قدامها اشتركوا في القناة وخيطت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لتحت بديتني الشكل ده كده بالوقتي هاي معي القبرة هدخل الخيط الزيادة تحت من جوه بفضل كده بدخله في الشغل من جوه بعد ما ثبته هدخله في من جوه وارجع لك تاني بعد بس هحرقوا بالولاعة من جوه وارجع لك تاني واريكو انا اشتغل القعدة ودخلت الخيط جوه وحرقته بالولاعة الوقتي هنشتغل القعدة هشتغلها بنفس اللون اللي انا اشتغلت به الراس من فوق انا هنا انا المفروض عندي تحت 4 غرز ستكون معي بديتها هون ان هي زي القتلة دي هتكون معي غرزة ودي غرزة ودي غرزة ودي غرزة فدخلت فيها كده بالابرة بالشكل ده كده واسحب الخيط وارتفع غرزة سلسلة اسبت بها الخيط واشتغل غرزة حشو في نفس المكان ده دي اول غرزة حشو هروح في الغرزة اللي بعديها اللي هي الفطلة اللي احنا بندخل فيها هنا وادخل فيها بالابرة واشتغل بردو فيها غرزة حشو واللي بعديها بردو هنا واشتغل غرزة حشو وانا وغضل خيط الزيادة معي اهو تحت الشغل وهنا هدخل بردو واشتغل غرزة حشو يبقى كده انا اشتغلت هنا 4 غرز حشو اماكن غرزة حشو تكون الفطلة دي ودي 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 اللي هي هنا الفطلة دي دي بتبب بادخل فيها وعمل غرزة حشو ودي 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 بدخل فيها واشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو اما المفروض هنا كان معي هنا 24 غرزة حشو اشتغلت عليهم هيكون بردو معي في نهاية السطر دي 24 غرزة حشو كده اشتغلت 4 دي 5 هدخل في الفطلة هنا واشتغل غرزة حشو كده 6 اشتغل بردو في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو كده 7 واللي بعديها اشتغل غرزة حشو كده 8 وافضل شغالة كده بنفس الطريقة هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو اللي هي في الفطلة دي بدخل واشتغل فيها غرزة حشو ودي 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 بدخل فيها واشتغل فوق كل واحدة غرزة حشو هكمل لحد ما وصل لنهاية الدور وارجع له كده اشتغلت الهاد ما وصلت لنهاية الدور وابقى معي 24 غرزة حشو هروح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بعد كده هشتغل سلسلة نفس المكان هشتغل غرزة حشو وكمان غرزة حشو في الغرزة اللي بعديها كده دي اتنين تاني غرزة حشو والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو كده تلاتة والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو كده اربعة والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو كده خمسة الغرزة السادسة اشتغل فيها اثنين حشو هي اللي هشتغل فيها التزايد والغرزة السادسة هشتغل خمس غرز في كل غرزة اشتغل فيها غرزة حشو واحدة كده واحد واللي بعديها برضو واحدة واللي بعديها واحدة كده تلاتة واللي بعديها واحدة كده اربعة واللي بعديها غرزة واحدة برضو كده خمسة والغرزة السادسة هي اللي هشتغل فيها التزايد هشتغل فيها اثنين غرزة حشو بقى اكمل كده لنهايته الدور هشتغل خمس حشو والغرزة السادسة هشتغل فيها تزايد كده بتتبقى ده هي تتشكل معي هشتغل السطر ده للاخر وهعمل عليه سطر ثابت ان انا هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة وارجع له جديد اشتغلت بنفس الطريقة لحد الموصلت لنهاية الدور وبعد جده اشتغلت عليه سطر ثابت كمان ان انا عملت فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بقى معي في ناية الدور السطرين دولي تمانية وعشرين غرزة حشو هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بعد كده هرتفع السلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو كده دي اول غرزة ففي الغرزة التانية برضه هشتغل غرزة حشو كده دي اتنين وفي التالتة كده تلاتة ففي الغرزة الرابعة هشتغل فيها غرزة حشو في الغرزة الخمسة في الغرزة الستة في الغرزة السبعة اشتغل فيها اتنين حشو يبقى انا بشتغل ستة غرز حشو عاديين والغرزة السبعة هي اللي بشتغل فيها التزايد هكمل واشتغل في ستة غرز غرز حشو والغرزة السبعة بشتغل فيها التزايد وهعمل كمان سطر سابت برضو وهرجع لكم تاني في نهاية السطر ده والسطر السابت هيكون معي اتنين وثلاثين غرزة حشو سأكمل حد ما أعمل السطرين دولي وأرجع لك دين وصلت إلى نهاية الدور وقام معي 32 غرزة حشو أقفل هنا بمنزلقة في أول غرزة حشو سأشتغل السطر كما ارتفع سلسلة سأدخل في نفس المكان وأشتغل غرزة حشو ثم أشتغل غرزة حشو ثم أشتغل غرزة حشو ثم أشتغل غرزة حشو معي 1 2 3 4 ثم أشتغل حشو 5 ثم أشتغل حشو 6 ثم أشتغل غرزة حشو الأدنة ثم أشتغل غرزة حشو 8 ثم الأشتغل غرزةEr ثم abraصة 2 حشو أشتغل غرزة حشو عدا ثم أصبح عن الإيد إضافة طريقة اشتغلت بنفس الطريقة لما وصلت لنهاية الدور اشتغلت في اخر غرزة تزايد ونهاية السطر يكون معي 36 غرزة حشر اه 36 او الوقت يقفل بمنزلكة في اول غرزة حشر وكده من كده يكون خلصت القعدة بس انا هغير اللونه علشان هعمل غرزة صغرفية تحت نجيب اللون الثاني اللي انا عاوز ادخله هدخل في اول غرزة حشر مش اسحب اللون الاخدر بس بدل ما نسحب اللون الزيتي هنسحب اللون اللي احنا عايزين ندخله يبقى هندخل في اول غرزة حشر هسحب اللون اللي انا عايز ادخله بشكل ده كده واطلع به من الفتلة اللي على الابرة هربط الفتلتين في بعض اللي هي الزيتي والاخدر ارتفع سلسلة واروح في الغرزة اللي بعديها على طول هسحب الغرزة اللي انا ارتفعت منها السلسلة واروح في الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة منزلك بعد كده باشتغل سلسلة بروح في الغرزة اللي بعدية وبشتغل فيها غرزة منزلك وبشتغل سلسلة بروح في الغرزة اللي بعدية وبشتغل فيها غرزة منزلك بشتغل سلسلة بروح في الغرزة اللي بعدية وبشتغل فيها غرزة منزلك اتماعي شكل الكونور كده من تحت شكله جميل يبقى انا برتفع السلسلة وبدخل في الغرزة اللي بعدها وباشتغل فيها غرزة منزلقة هكامل كده لحد ماوصل للاخر وارجع لكو تانية وريكو هنعمل ايه في الايد اشتغلت بنفس الطريقة بقت معايا بشكل ده كده من تحت بالوقتي هشتغل الوليقات تاعتها تاعت الفانوس فاجيب لونين الخيط اللي انا عملت بيهم في النصف وعملهم مع بعض هشتغل عقدة البداية همسك طرف خيط على ايدي بالشكل ده كده الطرف الثاني هعدي فوق الابرة باشتغل غرزة حشو يبقى هون مسك طرف بيئتي الاصفر وبعدي الطرف السوموني على الابرة باشتغل غرزة حشو باشتغل غرزة حشو يبقى انا مسك الطرف الاصفر او بيئتي بعدي السوموني منع الابرة باشتغل غرزة حشو الابرة المكملة كده بنفس الطريقة. حد ما اوصل للطول اللي انا عاوزي للحامل بتاعي الفانوس بتاعي. او العليقة. اشتغلت كده كم مرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوشر اتنوشر تلاتوشر اربعة عشر خمستوشر ستوشر سبعتوشر تمنتوشر تساتوشر عشرين واحد وعشرين. اشتغلت كمان اربع غرس. اتنين وعشرين. تلاتة وعشرين. اربعة وعشرين. خمسة وعشرين. بعد كده اشتغل عقدة السلسلة. هاجيب الولاعة هاقص بها الخيط. هاجيب السلسلة السلسلة. انقرأ الكثير من الخيط. يجب الفانوس. هدخل هنا من الفراغ اللي هو بين خرصة الفشارة والغرزة اللي بعديها هسحب الخيط هم عيفة تلتين هموت كده هربطهم ببعض هسحبتهم بس جيمت هم عيفة تلتين هموت كده هموت كده هموت كده اضعها بالشكل رزقتهم في بعض لكي لا يفكوش بعد كده اصحاب الوليقة هدخل دي جوه اللي هي اللاضمة اللي انا عملتها نحاول ادخلها جوه غرضة الفشارة تاون معين فانوس بالشكل ده كده شكله جديد ومميز وبنحشوش فايبر ولا اي حاجة لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة